موسيقى جتبث الثفلة المغربية مريم أمجون الأنظار نحوها بعد فوزها بالرتبة الأولى في مسابقة تحدي القراءة بالعربي بدولة الإمارات في إطار مبادرة يقودها الشيخ محمد بن راشد المكتوم الطفلة في التاسعة من عمرها وتتحدر من قرية بني وليد ضواحي تونات وتتابع دراستها بالمستوى الرابع ابتدائي بالمؤسسة التعليمية السام المتوجة تعد أصغر مشاركة في هذه المسابقة حيث نجحت في خطف اللقب من أزيد من عشرة ملايين متسابق يمثلون أربع وأربعين دولة على الصعيد العربي والدولي وتفوقت على أزيد من 300 ألف تلميذ وثلميذة على الصعيد الوطني مريم خلقت الحاذت أثناء تتوجها وهي تذرف الدموع ولم يتردد الشيخ محمد بن راشد المكتوم في مسحي دموعها أمام جمهور غافير من المتتبعين اشتركوا في القناة